القاعدة عند أهل العلم صلى الله عليه وسلم أنه قضى شيئا من الصلوات لا من قيام الليل ولا من غيرها من صلوات النهار إلا أن تكون الصلاة وطرا أو أن تكون من السنن الروات وبناء على ذلك فإنه لا يقضى من صلاة الليل لمن طلع عليه الفجر ولم يكن قد صلى صلاة الليل فإنه لا يصلي بعد طلوع الفجر شيئا من الصلوات إلا الوتر فقط دون ما عدا فيصليه بعد طلوع الفجر وله أحوال لعلنا أن نتكلم عنها إن شاء الله عز وجل في رقائنا الثاني المتعلق بصلاة الوتر وأحكامها